طيب خلينا نتكلم عن البوتوكس والفيلر لأنه من أكثر البرسيدجرز أو من أكثر الإجراءات التجميلية اللي بتتعامل لأنها أسهلها كمان بالضبط أولا البوتوكس والفيلر يعني إيه الحالات اللي بنستخدم فيها بوتوكس إيه الحالات اللي بنستخدم فيها فيلر وأي سن حضر قلت يا قلت يا قلت يا قلت يا 18 سنة لأ والأضرار هل ليهم أصلا أضرار في المستقبل ولا لا لا هو كده كده بوتوكس إحنا يعني يعني أعلم بنطلع بقى فوق التمنتشر دي بشوية كويسي إحنا الفرق ما بين البوتوكس والفيلر البوتوكس ده عبارة عن توكسن بنحقنه في العضلة بنضعفها شوية وده بنحتاجه وقت لما الخطوط السابتة اللي بتزهر لما بنبدأ نحرك وشينة أو نعمل حركات معينة فلما الخطوط دي بتبدأ من الخطوط التعبيرية بدل ما تبقى متحركة تبقى ستاتيك تبقى باقية سابتة وقتها نبدأ نفكر إن إحنا نعمل بوتوكس الفيلر دي مادة مالئة يعني بنعمل فيها فيلنج من اسمها فيلر لما يحصل مثلا كبرنا شوية في العمر خسرنا وزن حصل أي حاجة غيرت من الرسمة بتاعته الشنة فضيقتنا فبنلجأ وقتها للفيلر بنقدر نملة بيه نرفع بيه الشنة نقلل من علامات تقدم السن كل حاجات دي بنقدر نعملها باستخدام الفيلر فده باختصار الفرق ما بين الفيلر وما بين البوتوكس الأضرار بقى الأضرار هو ما فيش حاجة مالهاش أضرار فاحنا بنعتمد على كذا حاجة أول حاجة ودي أهم حاجة طبعا الدكتور الدكتور الشغال تاني حاجة المكان يكون مكان أنا واثقة فيه عارفة هو بيستخدم إيه كويس قوي البرودكت اللي بتستخدم دي بتستخدم إيه وبعدها غالبا ما بيكونش فيه أضرار ما بقولش ان الحاجات دي مالهاش كومبليكيشنز أو أضرار ليها بس أنا لو عرفت اختار دكتور صح واثق عارف هو بيعمل إيه دكتور دكتور شغال وبشتغل في مكان ثقة المكان ده أنا عارفة هو بيدخل وبيستخدم إيه لأنه للأسف دلوتي بقت الحاجات دي في منها حاجات مش ثقة قوي وقتها أنا هدخل وأنا متطمنة لأن دكتور شغال طرفاهم هو بيعمل إيه والماتيريال اللي هتتحط فيه الشيء أنا واثقة هي إيه وجاي منين وملخصة من وزارة الصحة وكل كلام ده وقتها أنا مش هيبقى عندي أي أنواع الخوف لأنه نسبة الضرر هتبقى قليلة جداً تاكد تكون مش موجودة